ابنائي وابناتي طلبت وطالبات الصف السادس تتدائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهوى في مادة اللغة العربية فضلنا نقول هنجري 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 ودائما كل حلقة نجري وانتوا هتجري ورايا عشان نلحق ان شاء الله نخلص منهجنا وبعد ما نخلص المنهج نبدأ مراجعاتنا بسرعة كده ان شاء الله عشان كلنا نكتزل امتحان بتفوق ان شاء الله طبعا احنا في الشهور دي وفي الشهر ده تحديدا وفي اليوم ده تحديد تحديد انا جاي بمصر ومناسب للحدث الحدث الاول هو مولد شو بقى التقايل بقى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هاد البشرية كلها خد بالك ان كل رسول كان بيبعث في امة ورسول الله بعث للناس جميعا عشان كده لما جيت اقول بقى وهقول النص اللي هقوله دلوقتي انا بكلمكم عن مين عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو جيت ابدأها كده موضوع التعبير وجيت اقولك ده الموضوع التعبير اللي انا هقوله جات المناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولك في ضوء الاحتفال بمولد هاد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتب في هذا الموضوع هسمع منك كده وقولك حبة عناصر انت تقولها لما اجا اقولها واحد اقول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم اتنين الاحداث التي حدثت في مولد الرسول ومنها لما عوز استذكر بقى وقول وارجع كده بالزاكرة للقصص القرآن واجب اقول ايه اللي حصل وايه اللي جرى اني اتهز خد بالك بقى كده لما اقولك ايه اتهز عرش قيصر اللي هو الروم اللي هو كان فيه قوتين زي امريكا وروسيا كده فكان فيه الحالة دي اتهزل ايه قيصر ده قيصر روم اتهزل عرش بمولد سيدنا محمد وطوفي اطنار ايه كسرة كسرة دول اللي هم بتوع فارس اللي هو المفروض النار بتاعتهم دي انطفقت سيدنا محمد خلاص ولد الهدى فالكائنات وضيقوا عشان كده بقول كل لحظة والامة الاسلامية كلها بخير وكل لحظة ومصر مصر شو بقى مصر كانانة الله في الارض بخير يا رب يا رب يا رب عود علينا الايام دي بخير ان شاء الله وبعد كده ابدأ بقى في الحديث عن الموضوع اللي بتكلم عن تجميع البشرية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم من اكتر من 1400 سنة نادى بيها ان احنا كلنا نقبق واحد ان احنا كلنا حتى ايه بقى رسولنا لما دخل المدينة عاوز بس تذكرة بالهجرة كده كان بيساوي ما بين مين مهادرين وانصار ويهود المدينة كانوا موجودين في قلب المدينة ما ضرهمش الا بقى ازا هم ضروا نفسهم لما حصل بقى مع بني خينقاء والدنيا اللي حصل لكن طول ما انت عايش معايا في سلام هعيش معاك في سلام وتفضل ايه بقى اخي الانسان كلمة انسان كده على المطلق انسان بقى مسيحي يهودي من غير بقى دين خالص المهم ان احنا عايشين في مكان واحد وفي ارض واحدة لابد ان نتعايش عشان كده نصنا للشاعر عيسى النعوري بيقول ايه بقى نبص كده ونشوف النص اسمه اخي الانسان اخي الانسان شعرنا لما كتب برضو على بقول كده استبق الكلام وخد من كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعشان بنحتفل بمولده نقول الكلام اللي قاله الشاعر وكان بيستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق اخي الابيد والاسود في جوهرك المطلق امد يدي فصافحة تجد قلبي بها يخفق شو بقى بحبك يا اخي الانسان خد بالك من الكلام اللي بتقال ده وركز فيه اوي هو بيقول ايه بقى اخي في العالم الواسع جميل اوي فين مغرب ومشرق والعالم مقسوم لحتتين اتنين شرق وغرب مغرب ومشرق عشان كده بيتكلم على ايه بقى الدنيا كلها العالم كله اخي الابيد والاسود ما احنا عندنا لما نبيجي نصنف البشر اللون من حيث اللون فيه ابيض وفيه ايه اسود فيه جوهرك المطلق على الاطلاق بقى انت الانسان كلمة انسان انا بتكلم عليك انت البشر كلنا بيطلق علينا ايه بقى ايه احنا اولاد مين اولاد ادم اولاد ادم دي يعني كلنا من اب واحد ومن ام واحدة اذا فكلنا اخوة مع اختلاف الاديان امد يدي فصافحة تجد قلبي بها يخفق خفقان القلب وصرع الضربات القلب لما مد يدي وصافحة لاي انسان المفروض قلبي لما بيميل لانسان غير بقى بيميل بقى بالحب طبعا تسيبك من الميل الكره ده مفيش ميل اسمه كره يخفق يعني يدق 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 بشدة دليل على شدة الحب بحبك يا اخي الانسان يعني نبضات القلب دي وسرعة نبضات القلب دي دليل على شدة المحبة طيب لقد جئنا الى الدنيا معا لنعيش اخوانا سيدنا ادم من بداية الخلق عندما نزل الارض عندما نزل من الجنة نزل عشان يعمر مين الارض اذا فالاولاد اللي هيجيبهم سيدنا ادم هيجيب مين اخوة يبقى كلنا في الاصل اخوة نزلين الارض عشان نعمرها ونحن ايه اخوة ونسعدوا بالحياة معا احباء واعوان يعني احنا في الاصل نزلين عشان نبقى اخوات وعشان نبقى احباء وعشان نتعاون معا على البر والطقوة على الصلاح على كل ما هو ايه يفيد البشرية وليس العكس ولو شئنا حلنا جنة الفردوسي دنيانا فهي يا اخي الانسان لو شئنا بايدينا احنا بايديك وبايدي هنحول الارض لجنة الجنة دي تعالى نقولها بس كده مسقط رأس كل انسان سيدنا ادم عندما وجد وخلق خلق فين في الجنة وعندما عاش عاش فين في الجنة اذا فاخد بالك بقى ورجع كده مكاننا الاساسي ومسقط رأسنا كلنا هو ايه الجنة مش انا لما اجا اقول دلوقتي لما اجا اقولها كده انا مثلا من محافظة الاليوبي اجي عايش انا في محافظة القاهرة لما يجي حد يقولك مسقط رأسك ايه اقوله ده مسقط رأسي بنها في محافظة الاليوبي ايه ده مسقط الرأس وافضل احن لو عدت للمكان ده اقول اه هي دي بلدي هي دي المكان اللي انا بعيش فيه هي دي اللي انا تربيت فيه كل ده كلام جميل قوي على مسقط رأس الدنيا فما بالك بقى لو عشنا بقى بمسقط رأس سيدنا ادم كان ايه الجنة يبقى كلنا نشتقل مين لمسقط رأسنا اللي هي ايه اللي هي الجنة عشان كده احنا ممكن نحول الارض اللي نزلها سيدنا ادم دي الى جنة اللي هو كان فيها اصلا اللي هي جنة الفردوس نحاولها ايه بقى بقى اعمال الخير بكل ما يخيب بالتعاون بالاخوة كل ده اخوة بقى ما بين جيران بسي ما بين دولة ودولة دارتها ما بين العالم كله والشعر هنا بينادي على مين على العالم مشرق ومغرب او مغرب ومشرق كل العالم لابد انها كده تكاتف لو تكاتف العالم انتهى الصراع انتهى الحروب احتقن الدماء لان احنا عايشين دلوقتي انا بحربك عشان اخد قطعة الارض مش بتاعتي مش ملكي بس انا عاوز اخدها تب لو انت ارتضيت بما هو ملكك بس هنعيش انا وامت في ايه في سلام وهذا هي الدعوة التي نادى بها الشعر والتي نادى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم مولدنا نقول بقى ايه اخي الانسان سيدنا محمد قالها من 1400 سنة اخي الانسان كل الانسان بقى الانسان دي يعني ايه بنوا البشر كلهم كلهم اخوة عشان كده سيدنا محمد قالها واحنا بننادي بنفس الشعار في يوم مولد نقول ايه بقى اخي الانسان كلنا لابد ان نكون ايه اخوة وهذا هو النداء تعالوا بقى ما شوف كده لما تعوز تشرح الشرح طبعا انا اجيب لك بس كتاباتا بسرعة كده كشاشات انا شرحتها خلاص انت لما تيجي تقول بينادي الشعر على الانسان في كل مكان اخي في كل مكان كلمة اخي دي اخي 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 دي كلمة بتدل على ايه شدة القرب طبعا في الارض بقى كل جنس ولون ونحن جميعا ايه اخوة متسوين جنس يعني ايه بقى انا لما اتكلم على واحد افريقي اسود مع واحد اوروبي ابيض لاثنين اخوة اخوة في الله اولاد ادم لاثنين برضو في الاول والاخر يعني الاثنين كانوا موطنهم الاصلي هو الجنة عشان كده في الاخر لازم يبقى في الاخر ايه اخي 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 الكلمة التي رددها ايه الشاعر طيب تمنى الشاعر ايه بقى يمد يده بالسلام تعالى نسلم والسلام مش سلام يدي بس ده سلام قلوب لان القلب نفسه كمان لما تسلم ايه يخفق جديد نبضات القلب شدة للايه للحب عشان تهنأ القلوب بايه بحياتها بذكرنا الشاعر بقى في الحياة ان ايه نعيش الناس في مواد محبة بتتحول الحياة الى ايه نعيم وجنة جنة الله في الارض اذا فالارض ممكن تتحول لجنة بفضل مين ابناء ابناء مين ابناء ادم اللي هو انا وانت اللي هو مين اللي هو الانسان طيب بقى هو ده الاساس اللي عندي ودايما ولدنا في مواطن الجمال مواطن الجمال لابد ان ترى اذا كان هناك تضاد فكده قاعدة وما فيهاش كلام التضاد يظهر المعنى ويوضحه لما تقول لي مغرب ومشرق يعني معناها تضاد بيؤكد المعنى ويوضحه عشان اقول لك ده ايه شرق وغرب شمال وجنوب كل العالم يبقى التضاد بيوضح المعنى ايه ويوضحه لو قلت طويل قصير برضو يبرز المعنى ويوضحه كلها معاني واحدة طب بص اللي جاية كده الابيض والاسود بينهم برضو ايه تضاد معنى ايه يؤكد المعنى ويضحه زودت انت بقى لما جاءوا الابيض واسود يفيد العموم والشمول وكلمة عموم وشمول في الاصل يعني ايه يعني انا بكلم على العالم المطلق العالم كله يعني ايه عامة كل الدنيا تعال بقى اللي بعدها كلمة المطلق عدم التفرقة ما بين البشر على الاطلاق مش ايه ده ما نقول ايه انا بتكلمش على جنسي بنعيني انا لما اجا اتكلم خد بالك هقول كلمة كده وهنعرب كلمة كده هقولها بعد ما نقول الكلام ده انا لما اجا اتكلم وهقول انا مسلم جميل هو مسيحي هو يهودي كل ده اديان في الاخر في النص بيقول لي ايه بقى ودعوت سيدنا محمد كلنا نعيش على ايه على ارض واحدة اذا في اختلاف الاديان اختلاف الاديان انت بقى تعيش بدين على حسب ما الدين اللي انت عايشوا اختلاف الاديان لا ايه لا يوجد اختلاف في العقيدة بقى العقيدة نفسها اختلفت لكن يعمل صراع ما يعملش صراع المفروض انا بعيش وانت تعيش انا مسلم وانت مسيحي نحن نعيش على ارض واحدة اذا فالهم لو حصل دلوقتي ونحن على ارض مصر اعتداء على ارض مصر لقدر الله هل هنقول والله خلي المسلم اللي تقدم او خلي لقى المسيح اللي تقدم ولا كلنا يد واحدة ايه ضد العدو عشان كده بنقول الدعوة الى الاخوة في جميع بقى ايه اديان واجناس والوان وكل شيء هي دعوة الى الاخوة اقول بقى كده لما اجا اتكلم على الاحراب بقى انا انا دايما احن للنحو وقول ان احنا دايما بنصير كده او تصير الامة الاسلامية كلها يد واحدة صارة شعب مصر واقول كده نقط واقول اصبح برضو شعب مصر واقول نقط انا في الاتنين في الاتنين عشان بس الاخباطكم عملت صارة وعملت اصبح والاتنين بيعملوا نفس اللي بيعملوا واحد كله في جملة واحدة جملة اسمية يدخل عليها اخوات كانة يعملوا ايه كده يرفعوا المبتدأ وينصبوا ايه الخبر طيب لغاية النقط هنا لغاية النقط سمعت ايوة انا دايما اسمع محمد ومحمد دايما يقول لي كلمات صحة قال لي اني مفيش هنا خبر ليه يا محمد قال لي بصي كده وانت بتقول لي ايه كده صارة شعب مصر ماله صارة ايه بقوا ايه دول خد بالك من اللي انا بقوله بقوا ايه دول هي اللي هتكمل هي اللي هتقفل الجملة هي اللي هتقول لي فين الخبر هم بقوا ايه لكن طول ما هي ثلاث كلمات اصفية حد يقول لي ايه بقى بيشبهها كده يقول لس انا شايف ثلاث كلمات شعب مصر ادي صارة خلاص دي ايه بقى ايه خلاص صارة يبقى فعلي ناسق وخلصت طيب شعب يبقى ده اسمها ومصر يا خبر هقولك شكرم استنى ايه وقف بقى لاش كلام في كل ده احنا بنتكلم على بعضها كده لكة واحدة شعب مصر اذا فهي دي انا لسه ما دخلتش فين في الخبر لو قلت ماله صاروا اخوة اقول صح صاروا احبة اقول صح صاروا اخوانا اقول صح كل ده كلام صح اذا فالخبر لسه ما جاش لكن اللي هنا هو الاسم يعني ده اسمه ايه بقى شعب الواحده كده اسم صارة ماله مرفوع وعلامة رفعه اتضمى خلاص خلصت اما الله ما جاول شعب واسبها ايه انا سامح حد بيقول لي اه فيه كلمة اللي بتكملها اللي انت لما تقول شعب لما تقول كلمة ناكرة بص كده الناكرة التي توضحها معرفة خد بس من ناكرة التي توضحها ايه بقى وتشرحها ايه معرفة المعرفة دي هي مين هي ايه ايوة برافع عليك هي المضاف ايه شفت انا قلت ايه هي المضاف ايه ايه ليه لما انت بتيجي تتكلم وقلتها سبع تلاف مرة وينكن دي المرة تمن تلاف بقول كده الكلمة اللي انا بتكلم فيها انا قلت وانا بشرح وانا بتكلم انا معلم ويسكت دي ناكرة صح لما تيجي بعدها كلمة تقول هي دية المعرفة اللي عرفت الناكرة بتقعها مضاف ايه معلم لغة عربية معلم تاريخ معلم جغرافيا المهم كلمة جاية توضح جاية تقول ايه اللي حاصل لكن طول ما هي ناكرة طول ما هي مبهمة طول ما هي مش موجودة اصلا غير الكلمة غير الالف ونون لو قلت سيارة واحد قال لي كده سيارة الاسعاف اقول له جدع الاسعاف دي عملت ايه وضحت كلمة سيارة انا بتكلم على سيارة ايه السيارة بتاعتك الخاصة ولا سيارة تانية لا سيارة الاسعاف يبه هي دي المضاف ايه الكلمة المعرفة التي وضحت الايه الناكرة اظن احنا قلنا المضاف ايه وقلنا كان وانا ونرجع نكمل في احداث النص انا قلت المطلق اللفظ يوحي بعدم التفريقة بين الايه بين البشر معا لنعيش اخوانا التعبير ده بيوضح ايه بقى ايه الهدف الاساسي من حياة الانسان ايه الهدف الحياة اللي انت موجود عشانه تعيش في سلام واخوه انت تولدت اخ لانسان اخر لما تتولد اخ تعيش عدو لا تعيش اخ برضو يبه انتم مولدين عشان تعيشوا ايه اخوة في سلام ده هو كلمة اللي نعيش ايه اخوانا لو شئنا احلنا احلنا يعني بدلنا يعني خلينا الارض بقت ايه بقت جنة ولو شئنا كلمة شئنا يعني باراضتنا يعني ايوه شو بقى كده يؤكد ان الدنيا يمكن ان تصبح جنة اذا ايه توحد البشر باراضتهم يعني انت لو شئت لو اردت لو عزت لو تمنيت ايوه هيتم صح لو شئنا احلنا جنة البتفردوس ايه دنيانا تعالى بقى كده لما اقول السؤال الاول الشاعر يوجه خطابه الى ايه جميع بني البشر من اين تفهم ذلك خد بالك بقى لما اجا اقول النداء الشاعر يوجه الى كل البشر الايه بقى في هذا العالم سواء كان ابيض اسود مشرق مغرب كله هو كده يبقى نادل مين لجميع العالم في المغرب والمشرق الابيض والاسود هو النداء لايه بقى لجميع البشر في كل انحاء اللي هي المحروصة الى ما يدعو الشاعر الانسان وما اثر العمل بذلك بيدعونا الايه كله على فكرة كلام جوانا مش كلام هجيبه بقى من النص تاني بيدعونا الاخوة يدعونا المحبة يدعونا السلام يدعونا التقاخي كل ده كلمات تقدر تقولها ايوة تمد يدك ليدا اخيك الانسان عشان تعيشوا ايه بقى ينتشر السلام والمحبة بين الناس جميعا كل ده مش الكلام المكتوب الكلام اللي انت فهمته تترجمه لكلمات مكتوبة زي ما حاصل طيب اللي بعدها ماذا يقصد الشاعر بقول المغرب والمشرق مغرب مشرق يعني العالم ايه العالم كله صح كده يبقى انت بتتكلم على العالم اجمع انت بتتكلم على الدنيا كلها سواء المشرق او مغرب لانها مقسومة ودائما بين نديها كده مشرق ومغرب بلاد المشرق وبلاد الايه او بلاد الشرق وبلاد الايه الغرب لماذا استخدم الشاعر كلمة ايه مطلق ومطلق دي قولنا بتوحي ايه بالعموم على الاطلاق كله مفيش بعده بين البشر جميعا لماذا جئنا الى هذه الحياة كما تفهم من الابيات وكيف نجعل حياتنا جنة على الارض خد بالك وحدة واحدة الاولينية بس ليه جئنا الى هذه الحياة جئنا علشان نعمل ايه نعيش معنا في سلام نعيش معنا اخوة نعيش معنا في ايه في محبة طيب ايich انت بدوقول ايه بقى اخد بالك من اللي فاتmans دي كان بيقول ايه وكيف نجعل حياتنا جنة على الارض نجعلها جنة ازاي عن طريق الحب والاخوة ما هو انت هتحول الدنيا والارض الى جنة الفردوس بمحبة واخاء ما هو اراقة الدماء العداء الايه بقى الحروب والتناشر وكل الحاجات اللي بتحصل ما بين الامم دي كلها بتحولنا لايه لاعداء لكن لو حبيت بقى تقول والله يقول لنا بنا مد يد السلام كله بقى مشرك مغرب ونقول اهلا باخي الانسان هتبقى الدنيا ايه جنة طح صبعا من جنان الله سبحانه وتعالى ماذا تعلمت من هذا النص دي دي الحاجة النهائية تعلمت ايه واحد الناس قاتوا الى الدنيا يعيش اخوانا طب جميل الانسان لا يستطيع ان يحايف انفرده حقي صح ضرورة نفذ الحروب وصرعات كويس انه بالحب والسلام يسعد البشر وتصبح الدنيا جنة ارجع لها كده واقول لك بقى كده لما اجي نص كده واقول لك انا هعمله تعبير اقول لك اخي الانسان اخي الانسان انا بديك بقى هو مثال اخي الانسان في المغرب والمشرق اكتب بص كده في موضوع تعبير يدل على الاخوة ما بين البشر من قلب النص ده وتجيب الكلمات والعناصر الان لسه ايه لها دلوقتي واحد اثنين ثلاثة اربعة ونبذل ايه العداء لقى التجمع السلام لقى كل ده كلام بنقوله بقى من جوانا نحوله العناصر عشان نقدر نعمله ايه موضوع تعبير تعالى بقى واحد واحد منكم كده لما اقول من هنا من الكلام اللي موجود دي ان الناس اتوا الى الدنيا ليعيشوا اخوانا ان الانسان لا يستطيع ان يحيا بمفرده ضرورة نبذ الحروب والصراعات انه بالحب والسلام يسعد البشر وتصبح الدنيا جنة انا شفت انا قلت ايه بقى واحد ايوه سمعته بيقول لي والله انت اصدك تتكلمني على اخر جملة جات تصبح الدنيا جنة بص لها كده تصبح الدنيا جنة طيب واحد راح نحولها لي هي زي ما هي وقال لي اصبحت الحمد لله ان شاء الله يعني الدنيا جنة تعالى بقى اما نعرب ونقول لما تشوف اصباحة وتشوف كانة وتشوف انة وتشوف الدنيا اللي حواليك دي هل الجملة الاول لما اجا بصلك كده واقول لك قل لي الاول في الجملة اللي انت شايفها دي اصبحت الدنيا جنة الجملة تمت واحد عمل كده قال لي اه اقوله صح تعالى اما اقولك ليه مش انت حطيت نقطة بعدها ومحبتش تتكلم لسانك افل وقال خلاصا انتهيت من الكلام صح لسانك نقط في الكلام كده وقال باز النهاية افلت الباب اصبحت الدنيا جنة ايوه صح كده يقبت الدنيا جنة دي جملة ايوه جملة ولما دخلت عليها اصبحت ايوه خلتها حولتها بقى ملناش دعوة لمبتدأ بقى اسم والخبر بقى خبر بس في النهاية الدنيا اصبحت جنة هي دي اللي انا عاوز اقوله الجملة الاسمية اذا تمت في النطق فهي تم مبتدأ وخبر لو لقيت نفسك لسانك وارب ولسه مش عاوز ينطق بيتكلم كده ولسه ايه الدنيا مش عاوزة تقفل لو ما قفلش اقوله شكرا انت لسه ما جيتش انت الخبر لسه تاي بيدور على جملته عشان كده لما يوصل للجملة اقوله كتر خيرك انت وصلت الان الى ايه الجملة بسلام صح كده تعالوا ما اقول كده تعالوا ما نكمل انا عشان دايما احنا بنجري عشان اكمل حبة اسئلة كده من اللي ممكن تقول اقرأ الابيات ثم اجب ديف الامتحان هيجي لك نفس الكلام كده اقرأ الابيات ثم اجب انت في العالم الواسع في المشرق والمغرب اخي الابيض والاسود في جوهرك المطلق اموت بيدي فصافحة تجد كلبي بها يخفق خد بالك دي كلمات يجي لك بقى بعد كده اللي هيجي ما لكش دعوة بيها بص كده مراد في جوهرك الجوهر هو الايه الاصل الطيب الاصل فوقا بقى كان طيب او خلينا كلنا جميل اوي الاصول الطيبة مضاد الواسع الضيق جمع العالم وخد بالك خد بصيقية بقى هنا تاني في العالم دي تحديدا جمع العالم بالعالم يعني العالم الذي نعيش فيه وجمع العالم عالم العلم اللي هو ايه بنتكلم عنه عالم في الفيزياء عالم في الكيميا عالم اذا انسان ده العالم يبقى عوالم عوالم دي اللي هي ايه عالم وعالم وعالم طيب كده العالم يبقى العلماء اللي هم ايه اللي احنا بقولها العلماء الافزاز او علماء اللي هي الكيميا والفيزياء وكل علماء اللي هي العلم طيب اشرح البيتين باسلوبك وعاوز على من ينادي الشاعر في البيتين والجمال في قول الشاعر في المشرق والمغرب شرح الابيات شرحناها وقلنا اخي في المشرق والمغرب اخي في كل مكان دعوة الى المحبة والسلام تعالى صافحني تعالى سلم علي لما تسلم عليها يا شعبي ايه قلبي هيدوء هينبض هينبض بايه بحبك يا اخي الانسان هي دي دعوة الابيات كلها المحبة ما بين ايه بني البشر طيب بينادي الشعر على مين في البيتين على العالم كله الناس فين مغرب ومشرق في العالم اجمع كلنا اخوة طيب ما الجمال في قول الشعر المشرق والمغرب وقلناها 200 الف مرة تضاد يبرز المعنى ويوضحه اي تضاد في اي مكان في اي دنيا يبرز المعنى ويوضحه وكنا دايما نوضحها ما بين لو قلت ده الالم ده طويل جدا انا ما عرفش تب مين اللي هيقول لي انه طويل لو جبت جنبه الالم قصير عشان كده لما جيت ابصيه لها كده ابصيت ابصي كده ايه ده اه تصور ده الالم ده فعلا طويل ليه مين اللي وضحه ده اللي هو الالم القصير ده يبقى التضاد هو اللي ابرز ايه ابرز الميزة سواء كان تعيب او ميزة بقى فهو اللي ابرزها عشان كده لما جي تقول مغرب ومشرق يبقى لما جي اتكلم فيها ايه يبقى فيه تضاد يبرز المعنى ويوضحه ابيض واسود يبرز المعنى ويوضحه كل دي حاجات لازم نعرفها في ايه مواطن الجمال طيب بعد كل هذا وبعد كل هذا التضاد بقول بقى احبكم في الله مولد رسولنا الكريم لابد ان يكون دعوة الى المحبة ودعوة الى الاخاء في كل العالم وليس المسلمين فقط انا بتكلم كل العالم رسولنا الكريم قال ايه دعوة الى المحبة وبالمحبة بننه حلقتنا وبقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته